اشتركوا في القناة والذي ينظمه المعهد الدولي لدراسات الاستراتيجية بتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين والذي بدأ جلساته في المملكة مساء امس وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المفدى بضيوف البلاد وبمشاركتهم في هذا المنتدى الهام وتبادل جلالته معهم الحديث حول اهم المحاور التي يناقشها حوار المنامة وما يطرحه من قضايا امنية وسياسية واقتصادية تهتم بالشأن الاقليمي والعالمي واكد العاهل المفدى على الدور الرائد الذي تقوم به مملكة البحرين في استضافة مثل هذه المنتديات التي تسهم في تبادل الافكار والتجارب والاراء بشأن مختلف القضايا والمواضيع المهمة ذات التأثير الدولي بما يخدم قضايا الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي وخلال اللقاء استعرض جلالة الملك المفدى مع المبعوث الأممي المعني باليمن تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاههما بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق منوها جلالته بجهوده ومساعيه في هذا الشأن وشيدان العاهل المفدى بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العديد من المجالات وبالدور الذي تطلع به المنظمة الدولية في إيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل العالمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين كما أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون ومساعده وجميع العاملين في الأمانة العامة في دعم مسيرة المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات على مختلف الأصعدة لكل ما فيه خير وتقدم وازدهار دول مجلس التعاون وشعوبها الشقيقة فيما أشهد جلالته رعاه الله بجهود الأمين العام للجامعة العربية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ودعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية بما يخدم الأهداف والتطلعات العربية لمواجهة كل التحديات الراهنة وأعرب العاهل المفدى عن تمنياته للجميع بالتوفيق في المشاركة في منتدى حوار المنامة لتحقيق الغيات والتطلعات المنشودة تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من جانبهم أعرب الأمين العام للجامعة العربية ومبعوث الأمين العام الأمم المتحدة والأمين العام لمجلس التعاون عن جزيل شكرهم وعظيم تقديرهم لجلالة الملك المفدى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وشيدين باستضافة مملكة البحرين لمنتدى حوار المنامة وحسن التنظيم لهذا المنتدى السنوي وثمنين بكل التقدير مواقف البحرين العربية الأصيلة ودعمها للقضايا العربية والإسلامية ومسيرة العمل العربي المشترك وتمنين للمملكة المزيد من الرفعة والتطور والرقي في ظل قيادة جلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر